بالمقابل قال سمير شمام مدرب الأخضر الليبي أن فريقه سيفعل كل ما بوسعه من أجل إبقاء نقاط المباراة داخل ليبيا ماهيش سهلة نحن نقوله ماهيش سهلة يمكن هم عندهم أسبقية بتاع ثلاثة نقاط وإن شاء الله ما نكونوش تحت ضغط كبير لأن احنا الهدف بتاعنا هم ثلاثة نقاط دم نلعبه في الملعب بتاعنا أكيد ماهيش مش يكون معناها مباراة سهلة خاصة على المستوى الذهني لكن إن شاء الله احنا ساعة إن شاء الله نكونوا في الموعد ونقدموا معتها مباراة جيدة وإن شاء الله معتها المستوى حابوا نشوفوا المستوى معتها الكروي معتها يرتقي مع الجزائريين عادة معتها يكون فهم لعب معتها وفهم أداء وكورة لكن إن شاء الله احنا نربحوا حاولا نحن نفرحهم زي ما فرحناها المباراة السابقة المباراة السابقة كانت كانت مباراة زي ما تقول يعني مباراة مفصلية وكأنها نهائية بروح الجمهور وروح الرياضيين وروح الجمهور سواء اللي جايها 200 كيلو مبيضة أو الجمهور اللي كانت هنا في بنغازي أو حتى الجمهور اللي تتابع فينا واتشجع فينا من أنهاء ليبيا نحاول بنفس الروح وبنفس العزيمة اللي قدرنا نحق بها ريموتادة تاريخية اللي هي المرأة يفاتها نحاول نحن نحن نخلوه بين عيوننا وخلوه ديمة قدام يعني خلوه ديمة القدام محليا وإلى